الموضوع الثاني اللي هنتكلم فيه النهاردة عن حاجة ممكن بعض الناس يعني أو كتير قوي ما تكلموش فيها في وسائل الإعلام لكن الحقيقة أنها حاجة مهمة لأن ناس كتير بتسألني عنها وبتكتبها برضو في هيئة ملاحظات كده أنه ببقائوش عارفين يتصرفوا فيها ازاي وهو عن الكذب الكذب الأطفال لما تجذب نعمل ايه هنكلم حضراتكم عن الكذب في بعض الدقائق كده ونتمنى إن شاء الله أنكم تستفيدوا من هذا الكلام بادئ زي بدء هنعرف الكذب تعريف الكذب طبعا الناس كلا تقول تعريف الكذب ما هو الكذب يعني معروف لكن هو يحتاج إلى تعريف الكذب هو ذكر شيء مخالف للحقيقة والواقع مع كامل معرفتنا بأنه غير حقيقي وده بغرض الحصول على فايدة أو تجنب ضرر أو إيقاع أزى بآخرين أو حتى دون مكاسب واضحة يعني حبا في فعل الكذب الكذب سلوك مكتسب وليس صفة فطرية أو وراثية ودي نقطة مهمة قوي قوي يعني بالبلد كده الأطفال بتتعلم الكذب مفيش طفل كذب كده من نفسه ولا يجب اتهام الطفل بالكذب قبل عمره أربع سنين الله دي حاجة مفيدة قوي أه طبعا قبل أربع سنين ما ينفع قبل ما الطفل يتم أربع سنين ما ينفعش نقول ده كذب إيه السبب؟ السبب في كده أن الطفل قبل عمره أربع سنوات بيكون عنده عجز في استخدام مفردات اللغة بشكل كامل ده بخلاف أن قدرته على التعبير بتكون غير مكتملة كمان قبل العمر ده بيكون عند الطفل عدم قدرة على التمييز الكامل ما بين الواقع والخيال يعني تبصت لو مثلا حاجة شافها في تلفزيون يحكيها بعد كده على أنها حصلت في البيت نعود نقول إيه اللي بيحصل ده؟ هو لسه مش مميز ما هو واقع وما هو خيالي وكمان بيتميز الطفل قبل أربع سنوات بالتفسير الخاطئ لبعض الأمور هقول لكم مثلا عشان تفهموا قصدي تلاقوا مثلا اتنين بيتكلموا مع بعض وواحد بيحكي للتاني حاجة بحماس يعني مثلا حضرتك كأب بتحكي مثلا لزوجتك بتقول لها مثلا إيه وبعدين قلت له كذا ومش عارف إيه وقال لي لا ما ينفع قلت له لأ أنا ما ينفعش معايا الكلام ده بقى هو يفتكروا أنكم بتتخنقوا لمجرد أنك بتتكلم بحماس والعكس صحيح يا تمام؟ طيب